بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمداً يوافي نعمه وحمداً يكافئ مزيده اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وأنعم وبارِك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مشاهدي الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته تمر علينا الأيام والأعوام فهل اتعظنا هل اعتبرنا هل استقمنا على الطاعة والعبادة والمعاملة الطيبة يقول الله سبحانه وتعالى يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبَرَةً لِأُولِي الْأَبِصَارِ يقول الله تعالى وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَزَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا نعم نعم في مرور الليل والنهار في اختلاف الليل والنهار عظة وعبرة كما قال مولانا سبحانه وتعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لمن؟ لآيات لأولي الألباب لأهل البصائر لأهل التفكر والتدبر ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان فتكون السنة كالشهر ويكون الشهر كالجمعة وتكون الجمعة كاليوم ويكون اليوم كالساعة يمر الزمان بسرعة ومن هنا كان لزاما على كل إنسان أن يطيع مولاه سبحانه وتعالى وأن لا يمر عليه يومه هكذا دون أن يقدم خيرا دون أن يقدم جديدا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد يموت إلا وندم قالوا وَمَا نَدَامَتُهُ يَا رَسُولَ اللَّهُ قَالَ إِنْ كَانَ مُحْسِنًا نَدِمَ أَنْ لَا يَكُونَ ازْدَادُ وَإِنْ كَانَ مُسِيئًا نَدِمَ أَنْ لَا يَكُونَ نَزَعَ نَدِمَ أَنْ لَمْ يَتُبْ إِلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَيُقْلِعَ عن المعاصي والذنوب والآثام نعم سنسأل أمام الله تعالى عن هذا الوقت عن هذا اليوم عن الساعة عن الدقيقة عن الوقت الذي يمر علينا دون أن نقدم فيه دون أن نعمل فيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ بل إن النبي عليه الصلاة والسلام لا يوضح هذا الأمر جليا فيقول لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن علمه ماذا عمل به وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه لا ينبغي أن يمر علينا وقتنا هكذا وإنما لنغتنم لننتهز لنكون أصحابهما من عالية كما قال النبي عليه الصلاة والسلام اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك أو قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وحياتك قبل موتك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك اغتنم وقتك اغتنم صحتك اغتنم حياتك قدم لمجتمعك أمورا طيبة قدم لنفسك خيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون هكذا أحبة الأكارم ينادينا إسلامنا ديننا أن نكون أصحابهما من عالية كما قال مولانا سبحانه وتعالى وهو ينادينا ويشحذ هممنا لا تضيعوا أوقاتكم لا تضيعوا أعماركم هكذا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون يقول مولانا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ سابقوا إلى مغفرةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ يقول النبي عليه الصلاة والسلام باذروا بالأعمال فتناً كقطع الليل المظلم أي قبل أن تكون الفتن كقطع الليل المظلم هيا لنعمل هيا لنجتهد هيا لنطع ربنا سبحانه وتعالى هيا لنتعامل هيا إلى طريق النجاح والفلاح أسأل الله تعالى أن يجعل أيامنا كلها طاعة وعبادة واستقامة وثبات وهمة عالية وعزيمة وإرادة قوية بفضله جل في علاه وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة موسيقى